عايز أقول لكم حاجة بقى حلوة جداً الحقيقة أنا من الناس اللي بحب أتابع الفلك قوي بحب أشوف إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيحصل يعني من كام يوم كمان كان فيه ظهرة اكتمال القمر والشمس مع بعضه لما بيبقوا مع بعض إيه اللي بيحصل بس إحنا مش عارفين الكون في إيه من كام يوم كده بدأ يبقى فيه صور والصور دي انتشرت بشكل كبير جداً والصور خاصة بالكون إيه حكاية الصور اللي التقطتها وإهلة ناسا عبر تيليسكوب اسمه جيمس ويب وطبعاً كل الناس والعلماء قالوا إنها صور ملتقطة في أزمنة ماضية تبعد تقريباً أربعة ستة من عشرة مليار سنة يعني متخيلين قد إيه الصورة زي ما أنتم شايفينها يعني قبل ما كوكب الأرض نفسه يتكون الصورة دي بقت الحقيقة حديث العالم كله وتعليقات الناس كلها لمجموعة مرئية من خمس مجرات وألاف المجرات في الخلفية وتصورت بجودة جودة عليها جداً لكاميرا مية وخمسين مليون بيكسل والصور يعني زي ما أنتم شايفين حتعرض تفاصيل لم يسبق لها مثيل شايفين المجرات أولاً شكلها كميتها ألوانها متلقلقة ملايين من النجوم ومناطق بقى انفجار النجوم وأولادة نجوم جديدة حاجة حالة بديعة يعني أنت ما تشوف الصورة يتهيق لكن ده سمى كده قريب مننا ومنور بالنجوم لكن الحقيقة ده يعتبر فتح علمي غير مسبوق طرح تساؤلات كتيرة جداً وإحنا عايشين وسط أكوان موازية يعني فيه كذا كون الصورة دي مثلاً مش عارفة هل ده كون وده كون صور الحقيقة فيها تساؤلات وفيه مخلوقات هل مثلاً بيقولك فيه كون كده هيشوفوه إذا فيه ميا أو حاجات طبعاً أنت طول الوقت ده فيه يعني فيه علم كبير قوي وفيه خيال من الناس أكبر فأنا بحب العلم وحب المعلومات والعلم والأرقام هي اللي أمشي عليها الخيال اللطيف بس لما يبقى فيه العلم فإحنا نروح للعلم معانا العالم المصري الكبير دكتور فاروق الباز مساء الخير يا دكتور أهلاً مساء الخير يا شاب يعني أولاً كل سنة وحضرتك طيب أنت طيبة الصورة أو الصور اللي العالم كله بيتساءل عنها وإن وكالة ناسا ورئيس الوكالة تحديداً طلع وشرح وتكلم كلمنا عن هذه الأكوان وفيه أكوان تانية ممكن تبقى موجودة بالفعل ده رضي عليك الشبكي لأنك أنت شرحت الخصة كويس كده في البداية وده أكيد أننا نتفرج على عالم كان غير مفهوم لنا وغير مسبوك يعني نحن الصور دي نشوف عالم لم نكن نعرف أنه موجود أن الصور بتاعت الكليسكوب بتاع جيدس اللي مسمى جيدس ويد وهو أول رئيس لناسا وكان رجل عظيم جداً الصور دي بتورينا عوالم مش عالم وحد يعني بعيدة جداً عنها لكنها موجودة في الكون ووجدت من البلايين السنين ومنظر رهيب جداً ورينة قد إيه الكون مواجعة حاجة 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 بديعة كمان يعني الصور بديعة يعني كأنها حفلة إحنا عملينها البشر يعني من كتر جمالها طب هي الألوان دي يعني دكتور الألوان الناس بتتساءل عن الألوان يعني الألوان الموجودة والمجرات الملونة هل هي ملونة ولا دا من تصوير التليسكوب لا دا هي كده ما هون لما يعرف يعني ملونة هون كده واحد لما بيشوف حاجة على طبيعيتها بكده ملونة الحاجة اللي بيصورها التليسكوب هي بطبيعيتها هي ملونة وجميلة جداً بهذا الشكل يعني لأن الكون واسع جداً وبديع للغاية مهده واضح كمان قيل أن التليسكوب دا دقيق جداً 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 في التفاصيل والتصوير يعني بيطلع حاجات تفصيلية ممكن تدينا معلومات مستقبلية إحنا ما نعرفهاش لا في التليسكوب بتاع جيمز ويب دا متسمي على اسم رجل بتاع ناسا لأنه هو يعني في الحقيقة الأمر كمنه هو اللي بادي ناسا ولدياً أحسن حاجة عملتها ناسا أحسن مجموعة من العدسات اللي هي بتورينا الجمال بتاع الكون شكل ويب دا وبتورينا جزء من الكون لم نكن نعرفه من قبل معنى ذلك أن علوم الفلك حتتغير يعني علم الفلك نفسه هيبغير حاجات كثيرة جداً فيه لأنه احنا بنشوف حاجات الناس العلماء بالفلك بيشوفوا حاجات عمرهم ما كانوا يتوقعوها ولا يعرفوا إنها كانت موجودة فده بيغير حتى فكرنا عن الكون طب سؤال يا دكتور هل ممكن يغير فكرة النسبية بين الزمان والمكان أنا لا أعرفش أنه يغير الفكرة الفكرية لا أنا في الغالب لا لأننا ما نعرفش إيه في حقيقة الأمر إيه آخر الزمان وإيه آخر المكان يعني إحنا عندنا فكرة دلوقتي عن ما هو المكان وما هو الزمان لكن في حقيقة الأمر هل هذه هي الحقيقة الواقعية ولا فيه حاجات كثيرة في الكون لسه ما نعرفهاش وأنا في نظري إن فيما زال حاجات في الكون لسه ما نعرفهاش غلص طب وقيل إن الصور كمان يعني صورت في أزمنا قديمة جداً طب بعد هذه النور اللي إحنا بنشوف في الزمان في الصور فيه بعد هذا النور ده كان يبتدى يستع 13 مليون سنة بليون سنة يعني إحنا الأرض ومجموعة الشمسية بتاعتنا 4.5 مليون سنة إنما الحاجات في الكون من 13-14 مليون سنة فبعد هذه الأشياء كانت بدأت في في الإنارة من بلايين السنين طيب هل ده كمان ممكن يغير كمان من رحلات الفضاء بقى بشكل عام يبقى لها يعني فكرة تانية استراتيجية تانية بحث آخر يعني يعني يحاولوا يكتشفوا لأنه قيل إنه فيه كون من الأكوان بيحاولوا وحطينه تحت الدراسة ربما يكون فيه حياة أو فيه أي ماء أو أي شيء فبالعجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي فيه أكيد يعني فيه شموس كتير جدا وبعض هذه الشموس حواليها كواكب بعض هذه الشموس اللي حواليها كواكب حولها كوكب قد الأرض تقريبا فما زالت عندنا احنا أو عند العلماء اللي بفكروا الحكاية دي احتمال قائم إن احنا نلاقي شمس يعني قد الشمس بتاعتنا تقريبا حواليها كوكب بيلف وحجم قد الأرض وربما يكون الكوكب ده عليه حياة يعني في حقيقة بالأمر ليس هناك مانع أبدا أن تكون هناك حياة على كواكب أخرى في وسط المجموعات الشمسية الرهيبة اللي احنا بتشوفها دي الإعداد البلايين البلايين طب عارف يا دكتور وحضرتك بتكلمني كده أنا يعني خيال بقى شوية خيال يعني في وجود عالم مسموح به يعني أنا أنا تخيلت كده أنه في مزيعة تانية في كوكب تاني يعني كون تاني ومعاها عالم كبير زي حضرتك بيتكلموا عن الأرض يعني بيقولوا أنه ربما يكون في حياة بحطة تانية ده ممكن يحصل ممكن جداً يحصل ويقولوا إيه حتى في حياة في كوكب صغير كده حوالين حاجة اسمها الشمس والشمس دي معناها يعني معناها غلبانة خالص الشمس دي في وسط الكواكب الأخرى كوكب الأخرى قد الشمس ألف مرة طبعاً حتى الشمس الصغير دي حواليها كوكب وفيه ناس بالأدمين دي أكيد طيب من خلال يومين كده كان فيه في مصر اكتمال القمر شفناه قمر جميل ومكتمل بشكل كبير جداً البيج مون زي ما بيقولوا عليه البيج مون وكان موجود قبل غروب الشمس فبقى عندك غروب في ناحية وعندك بزوغ القمر في ناحية برضو دي تغيرات يعني بقت بتحصل بشكل كبير وبقت متشافة قوي للعين المجرد لا دا مش تغيير الحقيقة الحاجات المحروبة ومحسوبة احنا عارفين الأمر بيتحرك ازاي بالزبط وهيبقى شكله فين بالزبط وقد ايه حيبان والتأثير الغلاف الجو بتاع الأرض على حجم الأرض وشكله ولونه فدي حاجات معروفة من الناس الفيزيائيين مدروسة ومعروفة أكيد يعني دكتورنا وعالمنا الكبير دايماً بنتزود بكل معلومة بتقولها بس السؤالي الأخير ليك يعني انتباعك بعد كم الصور دا اللي نزلته ناسا انتباعك يعني مستقبلياً يعني أو تصورك ادينا كده ايه اللي ممكن نسمع عنه قريباً يعني أنا مسعيد جداً بكل الحاجات الجديدة لأنه بيقول لنا أن الفكر في الكون مفروض يبقى واسع وشاسع جداً اوعاً نقول أننا عارفنا حاجة معناها أن ما خلقه الله في هذا الكون شاسع جداً وواسع جداً وكتير جداً علينا أن نقدر نفهمه كله فالكون شاسع جداً ولسه بنتعلم فيه معنى ذلك أننا في العلم الفلكي والجيولوجي وكل الحاجات دي ما زلنا نحبو يعني لسه بنتعلم نمشي وقدامنا حاجات كتيرة جداً نتعلمها معنى ذلك أننا لابد أننا نعلم نفسنا كويس عشان نفهم الحاجات اللي هتيجي مستقبلاً لأن العلم ما زال يكبر وما زلنا نتعلم حاجات كتيرة جداً وأنا سعيد أن أنت يا شاب كيف تقول أن الحكاة في العلم والأهمية العلم لأن العلم مهم جداً ولازم نبقى قادرين أننا نستوعب أكتر في بعض الدول يعني يمكن أنا سألت حضرتك بشكل محبة كده عن البيج مون لكن في بعض دول بتطلع أو دول كتيرة بتطلع لما يبقى فيه هذه الطبيعة وهذا الاكتمال أو الصورة موجودة للبيج مون وموجودة على البحر والناس الحقيقة بتشوفه بتدي تحذيرات للناس وبتقول للناس إيه اللي ممكن يحصل وبتكلم الناس عن الطبيعة وإزاي ممكن يتعاملوا معاها وشكل الأمر والتغير اللي ممكن يطرق على الناس فهل أنت برضو مع أنه يبقى عندنا مزيد من العلم أنه طول الوقت نطبق هذه الأشياء اجتماعياً لا بد أن نتماعن في الكون القرآن قال لنا كده والإنجيل قال لنا كده والتوراة قال لنا كده أننا لازم نتعمق في الكون عشان نشوف ما خلقه والله من حولنا فليس هناك شك أن كل ما نتعمق في الكون كل ما من يقترب إلى الله الخلق دي حقيقة عموماً أنا بشكرك شكراً جزيلاً أنا يمكن بمصادفة كنت سايق أمبارح على طريق كبير والبيج مون في وشي فبقيت بقى عمالها كده تخيلات والطريق فاضي فيعني الواحد لا يملك لما بيشوف الطبيعة غير أنه يشكر ربنا كتير جداً على النعم وعلى أنه بيشوف الجمال ده أنا بشكرك العالم المصري كبير دكتور فاروق الباز وتمنى لك دايماً كل التوفيق كل سنة وإنت طيب شكراً يا دكتور العلم العلم دايماً حلو العلم دايماً بيفسر الحقائق يعني أنا من الناس بحب جداً لما يطلع العلم وإن تبدأ أنت تفسر وتوازي الحقائق وتكملها طول الوقت بالعلم ترجمة نانسي قنقر